سلطان تقدر ثروته بأكثر من 20 مليار دولار الحاكم المطلق لبروناي وهي دولة آسيوية صغيرة لكنها من أغنى دول العالم بالنسبة لدخل الفرد أقوى القادة في أمريكا يتوددون إليه مثل وزير الخارجية جون كيري وحتى الرئيس أوباما لكن هذه الصداقة متوترة بسبب تثبيت بروناي لقانون جديد يتبع الشريعة الإسلامية بمعاقبة مرتكبي الزنا والإجهاض وممارسي العلاقات الجنسية المثلية بالجلد وغد متظاهر هوليوود مثل الكوميدي جاي لينو يريدون من السلطان إخراج أمواله من فندق في بوفرلي هيلز حيث أن مجموعة الفنادق دورجستر كوليكشن مملوكة بشكل جزئي من قبل هيئة استثمار في بروناي ريتشارد برانسون رئيس شركة طيران فيرجن الأمريكية غرد بأن موظفي فيرجن لن يبقوا في فنادق دورجستر حتى يلتزم السلطان بأبسط حقوق الإنسان الفندق قال إن مقاطعته أمر خاطئ لأن ذلك لن يضر ببروناي وإنما بشعبها لكن المقاطعة وتأثير المشاهير أثار الاهتمام بقانون السلطان الجديد فهل ستثني هذه الخطوة سلطان بروناي عن قراره؟